التوبة مش انك تبكي بس على خطيئك التوبة انك ترجع تغير اتجاه فكرك وتبدأ ترجع لالله اليوم انا رايح عند الله وبكرة انا رايح اكتر وبعد بكرة رح اصير هقرب وبعد اكبرت ان اصير بحضن الله احيا حياة شركة بينه وبينه التوبة اني اتوقف عن عمل اموري تغيير بالفكر بالمشاعر بالاتجاه وانا اليوم بدي اخد اتجاه جديد انا كنت رايح عجهنم رايح عجهنم رايح عجهنم بوقف اقول رايح على السماء رايح على السماء هاي هي الخليقة الجديدة او الولادة الجديدة اللي بحكي عليها الكتاب المقدس شوف رسالة كورنثو ستاني والاصححة الخامس ننقرأ كمان اين هناك كورنثو ستاني الاصححة الخامس بقول هيك اذا في اي سبعتاش ان كان احد في المسيح ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة خمس سبعتاش اذا كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العاطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الله لما قال يسوع لما قال قد موسيح ينبغى ان تولد من جديد ينبغى ان تولد فوق بحكي عليها في خليقة جديدة اللي الله بعملها في الروح القدس فيي وانا اقولك من جديد الفرق بين الانسان الجديد والانسان القديم بين مارون القديم ومارون الجديد انه يوسف القديم ويوسف الجديد انه الاشياء والاعمال والامور اللي انا كنت اعمالها من زمان مضت اليوم عندي كل شيء صار جديد كل شيء صار جديد كل شيء انا دعيشي اليوم عندي اهداف جديدي عندي مبادئ جديدي انا انسان جديد اما بتشوفوا يوسف طبع الماضي واحد بقول اذا بشوف انسان القديم بالشارع ما بعرفوش لانه ما ما كنتش افكر يوم الايام انا اكون رجل الله خادم الرب ولكن سبحانه بيجل لدولا ظلم فينا وبينور ولكن بيبقى نقرر يا اما بالدحية بالنور او استمر في الظلم الفرصة معدى لكل واحد فينا ولكن لازم تولد من جديد الناس بيسمونا ما بعرف انهم جابوا الاسم بس اسم كتير رعب بحبو بيسمونا متجددين شو بفكروا الناس عن متجددين يعني انجا اخترعوا الانش جديد فيش اش جديد ياتوا كلهم مكتوبون الاشي الوحيد الجديد هو انا وانتي اذا نحنا ما صرنا جداد وما صرنا خليقة جديدة رح يمكث علينا غضب الله فيش اي اش جديد لازم نحافظ على اللي عندنا الفكرة انو الانجيل كان عندي من زمن جد جد جدي الانجيل الموجود بالبيت الغبرة اكلته والصدى والعث حتى لما كنا نقرأ كنا نقرأ بس زي واحد بيقرأ جريدي الانسان الجديد هي ايه موت قالوا لآدم شو موتا تموت في موت في عدالة الله ولكن الله في المسيح يسوع المسيح صالح عمل صلحة بين الله والعالم كله كيف الله صالحنا في المسيح لنفسه غير حاسب لهم خطياهم شو يعني غير حاسب يعني احنا اتعدينا وكان لازم نأخذ القصاص ولكن الله يقول انت مش راح تدفع الثمن فيه واحد تاني راح يدفعه وعشانك يسوع كان لازم يموت على الصليب مش عشان بس نعيد عيد الفصح ونسميه عيد البيض هذا مش عيد البيض هذا العيد اللي يسوع اخذ خطيانا ولما اخذ خطيانا اعطانا حياة جديدة واعطانا كمان وصي شو الواضعا فينا كلمة المصالحة شو المقصود اللي ايه البعد بول نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله شايف شو رسالة كل واحد فينا لازم نكون كل واحد فيكم عنده رسالة كسفير في سفير لاسرائيل بأمريكا في سفير لاسرائيل بيهونولولو في اسرائيل بالأردن كل بلد عنده سفير هذا السفير بيمثل البلد اللي ايجا منا نحن كسفراء لالسمى وصفراء لالله وين ما نكون في عنا رسالة نقول للناس شو لازم نقولهم تصالحوا مع الله تصالحوا مع الله ليه لأنه بينكو بين الله في حرب بينكو بين الله في عداوي بينكو بين الله في فجوي كبير عظيمي بينكو بين الله في موت الله بده إياك تتصلح معها حتى ترجع الحياة ويرجع العلاقة وترجع الشركة وهذا يتم لما نآمن في شخص ربنا يسوع المسيح ونآمن في عمل الكفاري لحياتنا والإيمان الحقيقي والإيمان مش يعني نص إيمان واحد تسأله مثلا كيف أنت يعني إيمان شو يعني ها ده أسأل كل واحد فيكم لو أنت أجدك تتجوز هالمرة لما كانتوا شباب والصبايا وتسأل بتحبيني تطلعي أنا عارف شوي لا يمكن كنت تتجوزها ولا كنت تتجوزي كيف لما ابنك تقول له بابا بتحبني تطلع فيك أنا عارف عم بحاول بس مش مزبطة معي يا رب عم بحاول أعبك كل يوم بس كل ما بحاول أحبك بخربها شك إحنا أمرات نعمل مع الله نص نص مع الله نص نص الله بحبش نص نص الله بحب يا أسود يا أبيض تحبني يا بطرس قال له أحبك تحبني يا بطرس قال له أنت تعلم قال له تحبني يا بطرس إرعى خرافي في عنا رسالة نروح لخرافي الله نقول لهم اتصالحوا الله بعد عم يعطينا فرصة نتصالح كمان فترة ما منعرف وينت اللي الله ممكن ييجي بغتا فجأة بالليل قالس بقول الله يسوع المسيح ما جيه رح ييجي قالس من غير موعد ما بعود ندفع نقول للناس تصالحوا خلاص بسكر هالباب واللي جوة جوة والبرة برة هيك الكتاب يقول عشان هيك يسوع المسيح علم عن حياة الإيمان ما بينفع تكون نص نص شؤال في إنجول لوقا 5 إصحاح الخامس عدد 36 قال لهم أيضا مثلا ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق شفت مرة واحد عندهم منطلونها بيها نصالوا عشرين سنين إن ما زعب يروح بيجيب في هيك وبرقع فيها البنطلون العتيق بقول يسوع ما بينفع هذا العمل ليه إلا فالجديد يشقه لأنه جديد بعده المادة قوي هناك وليماش قوي فبيشق العتيق بقول لا يضع يصنع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافق الرقعة التي من الجديد أي 37 بقول وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الخمر الجديدة تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق وتتلف شو شو نساوي يا رب إذا ما بينفع خمر جديد مع زقاق عتيق أو ثوب عتيق مع رؤعة جديدة شو الحل شوف شو الحل آية 38 بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا الله ما بيخلص نص الله بيخلص إلى التمام ما منتوب على نص خطيانا نجع للرب منتوب منتوب يا ربي سمحني أنا كنت أقتل بطلت أقتل كنت أزني بطلت أزني بس بعدني بكرة وبعدني مش طيئ أخوي بعد في أختي تحربت أنا وجوزة مش قادر أروح أزور عنده بالبيت وبعد حماتي يا ربي مش طيئة مش قادر أستحملها بس أنا بصلي هدا روحة منتسمية تو بعطيك منحط على روحة جديدة